عشم الدور كأس الأمير محمد بن سلمان التعاون هزم الحزم بهدفين لواحد الباطن والاتفاق تعادل سلبيا أما مباراة الاتحاد المتصدر والفيحة السادس فتابع حمادي القردب بعيدا عن المراكز فالاتحاد والفيحة هما صاحبة أقوى دفاع إلى حد الآن آخر نتائج الاتحاد خمسة انتصارات متوالية بينما آخر نتائج الفيحة أربعة تعادلات متتالية والفريقان يعانيان غيابات بالجملة بداية المباراة كانت حذرة لكن سرعان ما استلم أصحاب الأرض زمام المبادرة وهم الذين خسروا أمام الفيحاء بهدف في افتتاح الموسم على غير العادة عبد الإله الملك في الاحتياط بعد أخبار توقيعه للهلال لكن الأقدار شاءت أن تضاعف ثقة الاتحاديين فالبرازيلي برونو هيريكي أبدع في تعويض المالكي وأهدى كرة الهدف لعمر هوساوي المتألق في تعويض غياب أحمد حجازي النمور عودوا جماهيرهم على العودة محتفلين كلما تقدموا أولاً في النتيجة والاستثناءان الوحيدان كان أمام التعاون وظمك عندما اكتفى الاتحاد بالتعادل أما الفيحاء فنجح في قلب تأخوره إلى تعادل في ثلاث مرات سابقة لكنه لم يقلب تأخوره إلى فوز ثلاث امتصارات اتحادية حقا بالأربعة ورأ الله برونو ضعف تألقه وأهدى رومارينيو كرة الاطمئنان والاتحاد بمن حضر نجح في تعويض جماهيره عن أرق مباريات الجولات السابقة فسيطر سيطرة مطلقة وأضاف فوزه السادس على التوالي ولم يقبل أهدافا حمدي قردابو صدى الملاعب ألف مبروك للاتحاد هارد لك للفيحاء أولي أبو سلطان نعم مبروك للاتحاد الفوز مبروك مواصلة الصدارة مبروك التميز رغم الغيابات واللي على رأسهم حجازي اللي وصمام الأمام في خط الدفاع لكن اليوم لعب الاتحاد مباراة كبيرة يمكن أن أقول أنها من طرف واحد بغض النظر عن الاستحوات أنه 60 و 65% لكن اليوم الفرص لم نرى أي تهديد على مرمى الاتحاد حتى ضربات الركنية 6 مقابل لا شيء للفيحاء فيحاء بصراحة يمكن أسوا مبرات لعبها اليوم لا كان في أي نوع من ردة الفعل أو الندية تميز الاتحاد في كل شيء فاز حقق البطلوب ثلاث نقاط موصرة الصدارة نقول مبروك شكراً لك شكراً لك